اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان دربي الهلال والنصر في كأس الصوبر السعودي على كأس الدرعية في ابو زابية مباراة نارية والهدف الاول يأتي من التورنيدو سالم الدوسري في الدقيقة الواحدة وستون من عمر اللقاء تمريرة بينية سحرية من سافيتش يا ولد العيبة سافيتش في المساحة بينية رائعة وسالم الدوسري التورنيدو لمسة واحدة وتحرك بدون كرة على اعلى مستوى وبمنطقة الاحترافية هدف رائع على يسار حارس مرمى النصر هدف جميل يا سالم المتخصص دائما في احراز الاهداف امام النصر الهدف الحادي عشر لسالم الدوسري في لقاءاته امام فريق النصر بصراحة كده انا هقول الحق الهلال احق بالفوز الهلال استحواز اربعة وستين في المية امام النصر ستة وتلاتين في المية الهلال تسع تزديدات منهم اربعة على المرمى بينما النصر ست تزديدات تزديدات منهم اتنين على المرمى التمريرات الهلال تلتمية تلاتة اربعين تمريرا النصر مية اربعة وتسعين تمريرا دقة التمرير الهلال اربعة وتمانين في المية النصر واحد ا suspense في المية الهلال هو الافضل في الشهوط الاول والثاني حتى الان وهو المسيطر والمستحوز على زمام المباراة هل لعبون النصر بقيادة الأسطورة كريسيانو رونالدو سيكون لهم رأيا آخر وسيصنعون الريمونتادة تابعونا لمعرفة من سيفوز الزعيم عام العالمي في ديربي السعودية كأس الصوبر الرائع